مرحبا بكم فيديو جديد اليوم قد نهضر على حالة خاصة المستجلات وهي نفاكتوس دي ميوكا لهي حالة كترامل للقلب ما كيوصلوش الدم الكافي لي كيغديه وكيبدو يموتو الخلايا ديالو القلب هو العضو لي كيصيف الدم لرأسه الأعضاء كاملين وبجي أنفاكتوس خاصة على الأقل عرق واحد لي كيغدي القلب يتخنق إما بالشحمة أو بجلطة أو بأي حاجة اللي تقدر تسديك العرق الأغلبية دي الحالات كيجيوا بسبب جرحات صغار واسط العرق ديال القلب هذه العرقات اللي معروفين بسمية أختيغ كوغونيغ وهات الجرحات كيقدرو يجيوا عند الناس اللي كيكميوا بسبب السم ديال القارو عند الناس اللي طالع لهم بطنسيون عند الناس اللي مراد بسكار عند الناس اللي عندهم كوليستيرول طالع وهاد الحالات كاملين كيسهلوا الظهور ديال هات الجرحات من الدخل ديال العرق كيتجرح أي حاجة داس عليها هيك تلصق فيها من الشحمة البروتينات الكالسيوم وزيد وزيد وكيبقى يجمعت شي كامل في ديك الجرحة حتى كيبدأ يضياق داك العرق ومنه كيدياق كيبدأ يضرب فيه الدم بالجاد حتى كي تقلع داك شي كامل الجسم كيسهلوا تصفيحات باش يسدو الجرحة ولكن كيستقو سدين العرق كامل حتى ما كيبقاش يوصل الدم لواحد طرف ديال القلب وخايتش كيقدر ياخد حتى العشر سنين باش يتصاوب لانفاكتوس كيجيه لغفله وما كيهلمش كيني تلاشة ديال العرق اللي كيتسدو بزاف عند الناس اللول هو العرق القدامي اللي كيغدي القدام والجنب ديال الجهة اليسرى ديال القلب وكيتسد بين 40 و 50 فيمية ديال الحالات تاني عرق هو العرق ليمني اللي كيغدي الدهار والجنب ديال الجهة اليسرى ديال القلب وكيتسد بين 30 فيمية و 40 فيمية ديال الحالات وكين العرق ليسري اللي كيغدي الدهار والجنب ديال الجهة اليسرى ديال القلب وكيتخنق بين 15 فيمية و 20 فيمية ديال الحالات كين ثلاثة ديال المراحيل اللي كيدوزو منها الخلايا ديال القلب مني كيتخنق شي عرق فالدقيقة اللولة كتبدا ليسكيمي اللي كيبداوي يعانو فيها الخلايا بسبب النقص في الدم ولكن إلا أرجع لهم الدم كيرجعو الحالتهم الطبيعية بين 20 و 40 دقيقة كتجي المرحلة الثانية ديال نيكروز او لا الموت ديال الخلايا وهدي ما كيرجعوش فيها الحالتهم الطبيعية وخير جاد وعاد المرحلة الثالثة بين 3 و 6 ديال السوايا اللي كترفيها انفاكتوس تخونس مغال وكيموت فيها الطرف كبير من القلب من الاعراض اللي كيتشكو منهم الناس هم الضران والحريق في القلب وهذا الحريق يقدر يوصل حتى الفوم وليد الاسرع وحتى العنق زيد عليهم العرق الترويع وردة والصخفة والنهجة الى حسيتوا بذل الاعراض ما تعطلوش وعيطو المستعجلات من كيوصل المريض عن طبيب كيدير ليه تحاليل ديال الدم وتخطيط ديال القلب ولا خرجو فيهم افاكتوس كيدوز للدواء حيث كل ما تعطل كل ما صعيب يرجع القلب لحالته الطبيعية كين الدواء اللي كيدوو بتخليطة لخنق العرق وكين العملية الصغيرة اللي كتوسع العرق منها اللي كتدار بالنفاخة ومنها اللي كيدروها بالشبكة من غير هاتش كين الدواء اللي كينقصو من احتمال جي انفاكتوس تانية كين الدواء اللي كيجري الدم كين الدواء اللي كيوسع العرق وكينين اللي كينقصو من الشحمة في الدم لان فاقتوس حالة خطيرة حيث تقدر ضغيات وصل الموت ولكن إلا بدنا نديرو الرياضة ونقصنا من السكار بزاف الشحمة الملحة وحيدنا القارو وشرب نقدرون نقصوا من احتمال ديالها ودك شي اللي كي يجيب سبابها ونفكروكو ما أو تاني إلا بانوا لكم هاد الأعراض ما تتعطلوش باش تعيطو المستعجلات حيث كل دقيقة رها تامينا كنشكروكم على تتبعكم الحلقة وما تنسوش تابوناو وتابونا في فيسبوك وإنستغرام وخليوا لنا كومنتر للتحت إلا عندكم شي سؤال أو الاقتراح